قبل الفاصل دينا كانت بتتكلم في النشرة الرياضية وكانت بتتكلم عن أهم الأحداث الرياضية خلينا بقى نتكلم عن أن الحدث الرياضي الأهم اللي بينتظره العالم هو منافسات بطولة الألعاب الأولمبية باريس 2024 طبعا مصر مشاركة ببعثة قوية جدا تقريبا عندنا تمثيل في أغلب الألعاب الفردية والجماعية نقدر نقول عليك نفال رياضي عالمي كبير احنا مشاركين فيه بلعبين وأبطال عندهم إسرار وتحدي أنهم يوصلوا لقمة التتويج ويرجعون لنا بعدد ميداليات محترم جدا تحقيق جدا ويمكن ده حنشوفه خلال منافسات هذا المهرجات خلال نشوف التوقع تريح على غاية فين مين اللي قدامه فرصة للتتويج بالدهم مين اللي حيصعده على منصات التتويج ده اللي احنا عرفه دلوقتي بشكل تفصيلي مع ضيفة بنقد الرياضي الأستاذ محمود فوزي أهلا بيك أهلا وسهلا مستفى سبع الخير عليك سبع الخير وسهلا مون نورنا أهلا وسهلا بيك الدولة بقالها سنين طويلة بتشتغل على قصة تطوير الألعاب الفردية وتطوير الاتحادات الأولمبية الخاصة بهذه الألعاب والآن نجني ثبار ما فعلناه خلال السنوات الماضية بوجودنا بأكبر بعثة أولمبية بشركة في تاريخ الأولمبيات تعليق حضر ده حقيقي فعلا زي ما حضرتك بتقول يمكن دورة الألعاب الأولمبية دايما بتكون هي يعني مسم الحصاد للألعاب الفردية يمكن زي ما حضرتك ذكرت فيه اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية الفترة الأخيرة بالاهتمام باللعبين والسنواتي بنتأهل بحوالي 148 لعب أساسي 164 لعب ولعب بالاحتياطي ففعلا أكبر بعثة مشاركين بها السنة دي الحمد لله عدد كبير جدا من اللعبين مرشح السنة دي عكس السنين كتير كنا بنسافر بنحاول ننافس بنحاول نقرب من المنافسات بنحاول نقرب من المستوى العالمي وربنا الحمد لله بيرزقنا بكذا مداليا لكن الوضع السنة دي مختلف شوي احنا مسافرين بإذن الله وحطيني ايدينا على كذا مداليا فيمكن الحمد لله السنة دي الوضع مختلف والوضع الحمد لله أحسن بكتير عندنا أبطال كتير جدا في كذا لعبة في رفع الأسقال في الخماسي في التايكوندو كرة القدم برضو مش بعيد كرة اليد مش بعيد فالحمد لله يعني في كذا لعبة الحمد لله متفوقين في كذا لعبة وكذا بطل إن شاء الله يكون مرشح أنه يصعد على نصة التتويج السنة دي بإذن الله عايز نبتدي بإيه في الألعاب الفردية عشان نتكلم عليها والله خلينا الأول نقسم الألعاب لثلاث تصنيفات التصنيف الأولين وهي الألعاب الرقمية ودي أكتر ألعاب بتبقى الدنيا واضحة فيها شوي يعني بنابقى عارفين هل إحنا مرشحين بالقوة إحنا موجودين فين بالزبط الألعاب الرقمية دي مثلا زي ما بنقول زي السباحة رفع الأسقال كده يعني فطبعا أبرز الألعاب اللي عندنا المشاكلين فيها طبعا رفع الأسقال وهي لعبة رقمية بديبقى الموضوع واضح فيها قوي إن احنا موجودين فين بالزبط أبرز اللعبين عندنا طبعا بطالتنا سارة سامير في وزن 81 كيلو بطلة كبيرة جدا والحمد لله قدرت حق برونزية ريو دي جانيرو في 2016 بعد إيقاف طبعا رفع الأسقال في توكيو رجعين تاني من جديد في باريس بصراحة الأمل كلها عليها بإذن الله أنها تحقق بقى المراضي دهب يعني بإذن الله أرقامها قريبة جدا نحن نتكلم إن شاء الله على مدالية مضمونة نتمنها دهب منافساتها قوي جدا مع بطلة الإكوادور وكذا بطلة يعني لكن هي بإذن الله موجودة في أعلى ثلاث أرقام يعني كأرقام لها هي موجودة في أعلى ثلاث لعبات فإن شاء الله تكون موجودة على منصة التتويج ده التصنيف الأولين التصنيف الثاني بنيجي نقول الألعاب التنافسية اللي بيكون فيها التنافس قوي ما بيننا وما بين المنافسين لكن إحنا دايما موجودين على منصات التتويج العالمية في بطلات العالم المختلفة لو بنتكلم على الألعاب دي فبنتكلم طبعا عن الخماس الحديث وبنتكلم على السلاح يمكن الحمد لله إحنا عندنا في الخماس الحديث أحمد الجندي في أولمبياد توكيو الأخيرة حقق مداليا فضية فبصراحة كلنا أمال كبيرة عليه جدا إن هو إن شاء الله يقدر يحقق المداليا الزهبية السنة دي ومش هو بس يمكن معاه برضو بطلنا مهنة شعبان بصراحة برضو نتائجه الفترة الأخيرة ممتازة جدا وبإذن الله يعني متوقعين منه نتائج إيجابية جدا في لعبة الخماس الحديث كذلك السلاح يعني يمكن إحنا السلاح محققين مداليا فضية في أولمبياد لندن 2012 عن طريق بطلنا لمصر على إدين أبو القاسم السنة دي كذا لعب مشارك عندنا طبعا زياد السيسي بطل مصر في سلاح السيف هو المصنف الأول عالميا دلوقتي فبصراحة إحنا وكلنا أمال قوية إن شاء الله يحقق مداليا بإذن الله طب إيه الأخطاء اللي وقعنا فيها في أولمبياد توكيو واشتغلنا عليها عشان لصححها في أولمبياد باريس والله هو يمكن الإعداد بقى أقوى يعني بدأ السبوت زي ما بيقوله كده يتسلط على أبطالنا اللي هم فعلا مرشحين زي طبعا ما كنا بنتكلم على أحمد الجندي يمكن أحمد الجندي ما كناش متوقعين قوي إن هو يحقق مداليا في أولمبياد توكيو ومع ذلك حققها ده معناه أننا كنا فعلا محتاجين اهتمام بأبطال الخماس الحديث وده فعلا حصل السنة دي يعني يمكن مش بس مهند ومش بس أحمد الجندي يمكن ملك إسماعيل وسلم أيمن اللي كنين برضو في منافسات السيدات عليهم سبوت كويس جدا وعليهم اهتمام كبير جدا من الاتحاد المصري للخماس الحديث ومن وزارة الشباب ورياضة ومن لجنة الأولمبية فحقيقة الاهتمام بقى كبير بيهم نفس الكلام في لعبة السلاح يمكن يعني السنة اللي فاتت في توكيو أو الأولمبيات اللي فاتت في توكيو كنا قريبين جدا من نحن نوصل لنص النهائي السنة دي لأ خلص احنا دلوقتي بنتكلم إن فيه أبطال بيوصلوا لمنصات التتويج العالمية فطبعا الاهتمام زاد يمكن اللي رشح كفتنا شوية في أولمبيات توكيو وجود لعبة الكاراتي احنا طبعا متخلقين دايما في الكاراتي يمكن السنة دي من سوق حظنا نهية مش موجودة لكن رفع الأسقار رجعت لنا تاني ورجعت لنا بإذن الله زي ما اتكلمنا بمداليا إن شاء الله تكون مضمونة من صورة سمير ومشي بس يعني يمكن فيه أبطال كتير جدا مشاركين نعمة سعيد كريمة بوكحلة اللي كنين دول برضو هيكوننا عندهم منافسات قوية لكن نتمنى إن شاء الله إن هم يحصدوا المداليات طيب الشيش حصل فيه كلام كتير الفترة اللي فاتت علاقة دي نابو القاسم ما بقيناش عارفين اعتزل ما اعتزلش رجع ما رجعش كمل مش هيكمل لكن الحمد لله هو موجود في البعتة ده مقصر على مستوى ولا لأ وده عمل قلق في الأوسط الرياضية بالنسبة للسلاح الشيش ولا لأ والله هو يمكن على أول قاسم فعلا زي ما حضرتك ذكرتي الأول اعتزل قال حيمسك منصب إداري في الاتحاد بعد كده رجع تاني يشارك بصراحة عودته هي يعني مفيدة للمنتخب قد ما تكون مفيدة لي كفرد بمعنى إن إحنا عندنا فهم نفسات السلاح بتكون مقسومة لنصين فردي وفرق الفردي يمكن احنا عندنا محمد حمزة برضو مشارك في منافسات الفردي وده لعب ما شاء الله وعد جدا والحمد لله قدر يحقق قبل كده زهبية كاس العالم فالحقيقة احنا في منافسات الفردي متفوقين من جانب محمد حمزة يمكن في منافسات الفرق علاءة دينا أبو القاسم حيفرق معنا جدا لأن احنا بنتكلم على يعني لعب يكون موجود يساعد مع محمد حمزة بإذن الله في منافسات الفرق سواء هو سواء عبد الرحمن طلبة برضو موجود فالحقيقة يعني ورجوع علاءة دينا أبو القاسم من الاعتزال هو يفيد المنتخب قد ما نقول ان احنا عملنا زي ما تقول زبزبة او اتراب شوية في وسط سلاح الشيش لكن الحقيقة هو رجوعه بصراحة يفيد المنتخب بإذن الله ويساعد بإذن الله محمد حمزة وعبد الرحمن طلبة زميله بإذن الله نحق المديلة الزهبية على صعيد الفرق كمان إيه طاقاتك لمحمد ياسين لعب سيف المبرزة محمد ياسين يمكن منافساته بتكون صعبة شوية سيف المبرزة من أصعب الأسلحة يعني خلينا برضو نوضح للناس السلاح بيبقى مقسوم لتلات أنواع سلاح سيف اللي هو زي ما كنا منتكلم على زياد السيسي سيف المبرزة اللي هو موجود فيه محمد ياسين ومحمد السيد ومحمود محسن نفس الكلام برضو سلاح الشيش برضو منافساته بتكون صعبة سيف المبرزة بتكون فيه لعبة كتيرة جدا مشاركة وبتكون المنافسة طويلة جدا وصعبة جدا محمد ياسين يمكن نحنا بنتكلم على لعب عنده عشرين واحد وعشرين سنة فلسه قدامه المشوار طويل جدا صعب أول نحنا نتكلم على مداليا السنادي لكن الحقيقة هو مستوى مبشر جدا سواء هو سواء محمد السيد وبإذن الله لأ نقدر يعني يمكن مش السنادي السنة اللي جاء لوس أنجلوس إن شاء الله عشرين تمانية وعشرين يقدر يبقى موجودة على مرسة التويق بإذن الله شواء احنا عندنا فرص كويسة في المصارعة الروماني وكيشو عامل نتائج هيلة متخيل أنه هو ممكن يكمل النتائج دي وبالعكس يرجع بحالي أحسن كمان نتمنى طبعا يمكن كيشو صاحب يعني آخر لقطة متوهجة في لعبة المصارعة في ألمبياد توكيو الحمد لله قدر يحقق مداليا برونزية مزبوط وطبعا الفترة الأخيرة يمكن حصل مغامرات من كيشو كيشو عمله إنه هو ما نجحش في التأهل من التصفيات الأفريقية ويقدر يتأهل من التصفيات العالمية وبصراحة ده كان إنجاز كبير جدا وكلنا ما كناش متوقعين الإنجاز الكبير ده يمكن حتى وزير الشباب رياضة دكتور أشرف صبحي بيقوله أنت وقفت قلبنا بالمصابرة دي والتحدي والناس اللي بتحفر في صخر دي اللي بتعرف توصل في الآخر لمداليات محترمة وتعرف فعلا في الآخر تجيب نتاجة بالزبط يعني يمكن ده اللي مدينا العشم الكبير في كيشو يعني يمكن كيشو الفترة الأخيرة لا فيه لعبة كتير جدا عالمية قدرت تدخل في التصنيف بتاع الوزن بتاعه يمكن حتى الفترة الأخيرة لا تصنيفه ما هواش أحسن حاجة لأنه يساعده للقرع تكون سهلة لكن احنا كلنا أمال عليه أنه هو بإذن الله حينحد في الصخر زي ما عودنا وهو بطل يعني هو احنا ما نقدرش نقوله على غير كده فايتر فعلا بالزبط آه فايتر جامد وبصراحة هو من اللعيبة اللي الواحد بيحب يتفرج عليهم يعني هو لعيب موهوب ولعيب عنده موهبة كبيرة جدا وبإذن الله لا يقدر إن شاء الله يخش منصة التويج مرة تانية ومش هو بس يعني يمكن عندنا لعبين كتير جدا في المصرعة محمد مصطفى متولي عبداللطيف منيع يمكن عبداللطيف منيع داخل المنافسات السنية دي في وزن 130 كيلو وهو المصنف الثاني على البطولة يعني فده حيساعده للقرع تكون سهلة بإذن الله وإن شاء الله يقدر يوصل لأبعد من كده وإن شاء الله يقدر نحقق مداليا عن طريق عبداللطيف منيع أو عن طريق كيشو طب أعيزين نروح لمتخب رفا الأسقار توقعتك إيه المتخب ده من أبرز اللي العبيدي اللي ممكن يكمل له مداليا طبعا زي ما تكلمنا صارة سمير صارة سمير هممكن هو الإس هي الاسم الأبرز رقميا هي الأعلى بإذن الله تقدر تعاق مداليا بس احنا برضو عايزين نوضح للناس أن منافسات رفا الأسقار متأخرة شوي يعني هم نتكلم في آخر كام يوم في الأولمبيات يمكن صارة تلعب في اليوم القبل الأخير تقريبا يوم 9 أغسطس أو 10 أغسطس فطبعا يعني محتاجين نستنى نحتاجين نصبر شوي على أبطالنا ما نستعجلهمش في النقطة دي وبإذن الله حنحقق مداليا بإذن الله في رفع الأسقار سواء عن طريق صارة سمير أو اللعبين التانين يعني ممكن كريمة بوكحلة طبعا هي المنافسة بتبقى أصعب شوي لكن يعني أملنا في ربنا كبير وظروف المباراة بتختلف يعني هو سواء نعمة سعيد بإذن الله إحنا اسمنا كويس قوي في الألعاب القتالية يعني على مستوات مختلفة الكراتي مش موجود في باريس 24-24 لكن التايكوندو موجود وإحنا عندنا حظ كويس في التايكوندو تمام خلينا نتكلم على التايكوندو التايكوندو إحنا متأهلين بثلاث لعبين سيف عيسى في وزن 80 أحمد وائل في وزن 68 وأيا شحاتة في وزن 67 يمكن أيا شحاتة وأحمد وائل فرصهم أقل شوية لأن هم لعبين لسا صغار في السن فإحنا عايزين منهم يطلعوا كل اللي عنده يعني اللي عندك طلعه وعمل كل اللي عليك وده يمكن دي رسالة رئيس الجمهورية يعني في الحفلة الأخيرة اللي كرم فيها أبطالنا يعني تطلع كل اللي عندك أهم حاجة إحنا عندنا أن أنت تحافظ على الرياضة وتحافظ على أخلاقك وأن أنت تكون ممثل جيد لبلدك في المحفل الأولمبي يعني يمكن سيف عيسى طبعا يعني هو الاسم الأبرز هو طبعا صاحب برونزية توكيو عشرين عشرين وبإذن الله نقدر نقول أنه يقدر ينافس بإذن الله في البطولة يمكن قراءته مش هتكون سهلة لأنه هو هيلاعب بردو بطل تونسي يمكن في دور التمانية فإحنا نتمنى إن شاء الله أنه يكون موجود هو يمكن هو المصنف الثالث على البطولة فطبعا بردو ده بيساعده أن القراءة تكون أحسن بإذن الله يعني مستنين منه زي ما نكلمنا اكتكلمنا على كيشو أنه هو فيتر وهو اللاعب يعني بيحفر بالسقر زي ما حضرتك قلت فبإذن الله أنا أتمنى منه أنه يحقق مدليا بإذن الله أنا فاكر أنه في طويل مردو كان لإجازات في ملف تونسي الطاولة بس ما كبلناش نقدرون إحكا ممكن نبني على ذا كويس والله هيلاعب تونسي الطاولة يعني عايز أقول له هي للأسف يعني الصين محتكراها بشكل جير جدا احنا عندنا يمكن الاتحاد الدولي لتونسي الطاولة محدد هي في الشوارع هناك طبعا الناس هناك بتتربع على تونسي الطاولة في مدارس تونسي الطاولة فطبعا المنافسة بتكون صعبة جدا يمكن الاتحاد الدولي لتونسي الطاولة مخصص مقعدين بس فردي لكل دولة علشان يكسر احتكار الصين الصين لو شاركت بعدد أكبر من كده هتاخد الدهب والفضل والبرونز فهم حددوا مقعدين بس بزبط فهم حددوا مقعدين بس علشان يقدروا يخففوا أو يخلوا باقي الدول تقدر تنافس على أقل على مداليا برونزية فالحقيقة يمكن المنافسة صعبة شوية لكن الحمد لله إحنا عندنا لأ عندنا كمنتخب رجال ومنتخب سيدات المنتخبين أقوى جدا يمكن منتخب السيدات مؤخرا حقق المركز التاسع عالميا عندنا دينا مشرف هانا جودة مريم الهضيبي التلاتة بصراحة مستوهم الفترة الخيرة متميز جدا على صعيد السيدات يمكن الرجال زيما حضرتك ذكرت عمر عصر قدر يحقق المركز الخامس السنة الأوليبيات اللي فاتت في توكيو معايا برضو محمد البيالي ويوسف عبد العزيز اللي اتنين متواهجين جدا الفترة الأخيرة مش نقول لحقق مداليا لكن حقق بإذن الله أبعد نقطة بإذن الله وتقدم إن شاء الله عن المرة الفاتت بإذن الله طيب إحنا كرة اليد دي يعني المفروض نعمل إيه بقى فيها من كتر ما إحنا يتأهلنا طمع مرات ووصلنا وإحنا عندنا مستوى محترم قوي فيها متوقع إيه اللي حيحصل والله كرة اليد دي يمكن القرعة هي مساعدانة وليس مساعدانة في نفس الوقت هي مساعدانة إن إحنا مش حنقابل منتخب مثلا بحجم منتخب الدنمارك أو فرنسا في الدور التاني لكن مصعبها علينا إن إحنا مؤعين مع فرنسا والدنمارك في المجموعة فالعمالية ممكن تكون صعبة شوية لكن الحقيقة إحنا أبطال كرة اليد دايما معاوديننا إن هم بيرفعوا رأسنا وهما دايما الأمل يعني دايما هم اللي بيفرحونا يمكن إحنا عندنا المجر عندنا الأرجنتين بإذن الله لو قدرنا نتغلب عليهم نضمن بإذن الله وصلنا للدور التاني لكن الحقيقة يمكن الفترة الأخيرة النتائج في المباراة الودية يمكن ما كانتش أحسن حاجة لمنتخب كرة اليد لكن هنرجع نقول إن دايما منتخب اليد بيفجئنا يعني حتى لو النتائج مش أفضل حاجة على صعيد الوديات لكن بإذن الله يقدروا يفجئونا ونحقق نتائج إيجابية فكل الأمل عليهم وكل الفرص مفتوحة بداية من إن شاء الله التأهل للدور التاني لغاية إن شاء الله الوصول على المنصة وتحيي مداليا بإذن الله طيب بالنسبة للكرة الطائرة هل ليه لحظوظ؟ الكرة الطائرة صعبة شواء يعني يمكن الكرة الطائرة احنا بعد ما تقهلناش في أولمبياد توكيو بنتقهل المرة دي لكن وصلنا للأولمبياد في حد ذاته هو إنجاز لمنتخب كرة الطائرة فيه تقدم صراحة مش عايزين نحبط الناس لا فيه تقدم كبير جدا في كرة الطائرة لكن يمكن القرعة مش مساعدانة برضو المنافسة في الأولمبياد بتبقى صعبة جدا احنا في كرة الطائرة بصراحة يمكن الفترة الأخيرة إن احنا نرجع تاني نتصدر التصنيف الأفريقي نتفوق على تونس والجزائر وليبيا فده بصراحة إنجاز كبير جدا وبصراحة اللاعبين لا يعني اللاعبين بصراحة الفترة الأخيرة بينحطوا في الصخر بإذن الله أن هم يقدروا يحققوا حاجة لبلدهم مدالية أو فرصة إن احنا نتأهل هتبقى صعبة شوية في كرة الطائرة لكن أملنا في ربنا كبير زي ما حضرتك قلت الاحتكاك بيبقى في الآخر هو اللي بيولد البطولات وإن احنا نحسن رانكينج ده أعتقد برضو وحيتبقى حاجة مهمة جدا وحافظ لي ما كانش المرة دي يبقى المرة اللي بعدها إن شاء الله يا رب نرجع بعدد ميدانيات محترم يعني يكلل تعب اللعيبة اللي فعلا اتمرانت جامد وتعبت واكتهدت بكل خير كل شكرا لك محمود فوزي النقد الرياضي نورتنا أهلا وسهلا بيك شكرا سيدا مننا شكرا سيدا شكرا لك شكرا